حين ترشحت للرئاسة في 1972 أو عفوا لمجلس الشيوخ فكانت هناك شركات أمريكية كبيرة وكما تعلمون فإنني طبعا أشكركم شكرا جزيلا وأنتم مؤسسة عظيمة وأود أن أشكرك جوش فأنا أعرفك منذ زمن طويل لقد استضفت طبعا دورات وجلسات لأرباب الأعمال في البيت الأبيض وعلى مدى سنوات وعملنا معا على خطة إنقاذ الولايات المتحدة وكوفيد وسلسلة الإمدادات والابتكارات والطاقة والمناخ وعلى العديد من الأمور وستراتيجيتنا أعتقد أنها كانت فعالة ولا تزال فعالة 6.7 ملايين من الوظائف العام الماضي والتي طبعا كانت الأكبر في التاريخ هناك أكثر من 7 ملايين أيضا أنشئت وستة ستة أمائة ألف في شهر واحد البطالة انتقلت إلى 3.2 بالمئة واختصادنا نمى بأكثر من 5 بالمئة العام الماضي وأظن بأنه كان الأقوى في خلال أربعين عاما كما أننا قللنا العجز أود أن أكرر هذا لقد خفضنا العجز بـ 300 مليار دولار وأكثر من ذلك ونحن في مسارنا لأن نخفضه بتريليون دولار هذه السنة إذن اقتصادنا طبعا الآن أصبح أقوى ليتعامل مع التضخم الذي يشهده الاقتصاد العالمي وأشدد بأن الولايات المتحدة هي مكان رائع للاستثمار مثلا إنتل تستثمر 20 مليار دولار في أوهايو وأعتقد أن جي أم أيضا حوالي 7 مليارات دولار أيضا بالمعدات والنقطة هي أن أظن بأن هذه الاستثمارات تصنع التاريخ لقد رأينا أيضا بمبيعات سيارات الكهربائية التي تعتمد على البطاريات والطاقة الشمسية وفي كل القطاعات نحن نعزز الصناعة الأمريكية وطبعا هدفنا هو أن نجعل الصناعات هنا في الولايات المتحدة وأيضا مع بناء الملايين من الوظائف ذات الدخل المرتفع ومجلس الشيوخ ومجلس النواب عليهم أن يعملوا معا لإرسال طبعا هذا الملف إلى مكتب هذا مهم لاقتصادنا ومهم أيضا لأمننا القومي كما أننا نقود في المسرح الدولي كما تعلمون أنا سعيد برؤية الشركات الأمريكية تشارك في مثلا دعم أوكرانيا بالأموال والتبرعات وغيرها وطبعا العديد من الشركات أثمنها والعديد من الشركات في العالم ليس فقط أنتم ولأول مرة في هذا الموضوع دعوني أقول بأنه لأول مرة وحين بدأ بوتين بحشد القوات بالقرب من الحدود أوكرانيا فإنني دعوت لاجتماع عاجل للنيتو في أوروبا حتى نذكر هناك بأن علينا أن نكون متحدين وأنا واثق بأن ما يخشاه بوتين وأظن كما أن الزعماء الآخرين يعلمون بأنه كان يحسب بأنه يمكن أن يقسمنا لم يشعر أو لم يعلم ولم يتوقع بأننا سنقف متحدين ولكن أضمن لكم بأن النيتو لم يكن أقوى أو متحدا أكثر مما كان عليه في السابق وهذا بسبب فلاديمير بوتين ولكن ردا طبعا على اعتدائه فكان هناك جبهة متحدة من النيتو وفي المحيط الهادي فمجموعة كواد وطبعا الهند ربما ليست معنا تماما ولكن اليابان كان موقفها قويا وأيضا أستراليا فيما يخص التعامل مع اعتداء بوتين لقد قدمنا جبهة موحدة في النيتو وفي محيط الهادي وأنتم فعلتم الكثير لفرض العقوبات والمساعدة لفرض تكاليفة باهظة على الاقتصاد الروسي ونرى اليوم بأن هذا أمر فعال وأنا لا أقول بأنكم كلكم ولكن أولئك الذين تقدموا منكم فإنكم أحدثتم فارقا كبيرا وأنا شخصيا كرئيس ممتن لذلك ولكن بسبب ردنا وبسبب فعالية ردنا وبسبب أن الأوكرانيين يحاربون بشجاعة ويستعملون المعدات التي نقدمها في الولايات المتحدة خصصت مليار دولار للنيتو وفكرة بأنه ليس لديهم معدات متطورة طبعا هذه فكرة خاطئة وأنا لن أدخل في التفاصيل هنا ولكن النقطة هي أن كل قطعة معدات طبعا تحدث الفارق وبناء على توصيات النيتو ويمكن أن يكون هناك مسدس مثلا يحدث الفارق سواء ضد مثلا الحوامات أو الدبابات أو غيرها وإذا لاحظتم فإنهم قد أطلقوا طبعا صاروخا فرط صوتي وذلك ما أستطيع أن أؤكده كما تعلمون هو أن ذلك السلاح الذي استعملوه ومع ربما وضع رؤوس أخرى على صواريخ فربما هذا ليحدث الفارق ولكن طبعا من المستحيل ربما إيقافه الآن بوتين طبعا محشور في الزاوية ويتوقع لم يتوقع قوة وحدتنا وهو يحشر أكثر في الزاوية وتكتيكاته تصبح وحشية أكثر فأكثر لقد رأينا في السابق حين أعلن عن عمليات مزيفة حين يتحدث عن شيء ضد النيتو أوليات المتحدة وغيرها فهو يستعد لفعل ذلك فهو لا يمزح تذكروا مثلا وأنا قلت في الصباح بأنني استطعت أن أحدد العديد من العمليات التي ربما سيشنونها بتضحية بوسائل حتى أوضح لكم ما سنتوقع أن يحدث ولأقنع العديد من أصدقائنا في العالم بأننا نعلم ما سيقوم به إذن كما قلت هو محشور في الزاوية والآن يتحدث مثلا عن عمليات مزيفة أو ذات أعلام مزيفة وقال بأن مثلا بأن الولايات المتحدة ننشر الأسلحة الكيموية والبيولوجية في أوروبا وهذا ليس صحيحا ويقول بأن أوكرانيا لديها ربما أسلحة بيولوجية أو أوكرانية هذا دليل بأنه ربما يتطلع لاستعمال هذين السلاحين هو سعمل هذه الأسلحة في السابق وعلينا أن نكون حذرين بشأن المستقبل هو يعلم بأنه ستكون هناك تدعيات قاسية لأن النيتو متحد وأود أن أذكر أيضا هنا وسريعا هو إحدى الوسائل التي ربما سيستعملها في رؤيتي وفي رؤيتنا هو السايبر العالم السايبراني الهجمات السايبرانية فلديهم نعم قدرات سايبرانية وأنا رأيت بأن كان هناك نحن قمنا محالثات بأنه إذا استعمل ذلك فماذا ستكون تدعيات ولكن لديه القدرة وهو لم يستعملها وطبعا هذا في إطار خطته الشاملة وحذرت من احتمال أن يقوم الروس بإطلاق هجمات سايبرانية خبيثة كرد على التكاليف القاسية التي فرضتها فرضتناها نحن وحلفاؤنا في العالم إدارتي طبعا أصدرت تحذيرات اليوم بناء على معلومات بأن روسيا ربما تخطط للقيام بهجمات سايبرادية ضدنا كما قلت فإن القدرات الروسية نعم كبيرة ويبغي أن نحذر منها وحكومتنا حذرة وتتحذر لذلك أنتم تعلمون بأن القطاع الخاص هو يقرر حمايته ونحن لا نقرر ذلك ونرجوكم أن تتخذوا هذه الخطوات دعوني أكون واضحا بشأن شيء ما الأمر يتعلق بمصلحتكم فقط بالأمن السيبراني الأمر يتعلق بالأمن القومي وأنا طبعا أقترح عليكم بأن تتخذوا خطوات حتى نساعد أنفسنا في حماية قدراتنا التكنولوجية لتعامل مع الهجمات السيبرانية أولا لحماية شركاتكم وثانيا لتقديم خدمات ضرورية التي يعتمد عليها الأمريكيون من الطاقة والمياه النظيفة وأخيرا أيضا لتساعدوا في تأمين كل خاصية الأمريكيين فمثلا البنوك يمكن أن يشنى عليها أو تشنى عليها هجمات وهذه تضر مثلا ببيانات الأمريكيين البنكية وطبعا نتطلع لأن تعملوا ذلك طبعا نتطلع لأن تتخذوا هذه الخطوات والآن علينا أن نقوم بما هو ضروري لدعم أوكرانيا وأيضا نعزز أيضا أمن العائلات هنا في 2019 منظمتكم طبعا أطلقت بيانا والتي وزعت هنا على الجميع هنا في الغرفة والتي قالت بأن اقتصادنا ينجح حين يكون هناك احترام لخصوصيتنا وكرامة العائلات وغيرها ودعم المجتمعات هنا وطبعا نحن كلنا رأس ماليون هنا وأنتم قمتم بشيء صواب أنا ذاك في 2019 هذه رؤيتكم بكيفية تسيير الشركات الكبيرة وطبعا أمننا مهم جدا وأنتم أكدتم التزامكم ذلك لا يمكن أن نركز فقط على أولوية الشركات فقط الظروف ظروف العمل وغيرها نظن بأنكم أيضا والآن الأمر قد حان للاستثماري في الأشخاص الذين يعملون لديكم وتتقديم الأمور والاستثمار في الابتكار أيضا حتى تكون هناك منتجات أفضل للأمريكيين للابتكار أيضا بالتنويع كما قلتم في تقريركم الذي التزمتم به في هذا العام من خلال الذكاء الاصطناعي وتوفير الكرامة والفرص لكل الأمريكيين العديد منكم طبعا يفعل ذلك وهذا مهم جدا والاستثمار لخلق أكثر من 450 ألف وظيفة هنا في الولايات المتحدة هذا مهم جدا ولم يحدث لوقت طويل وكما قال أحد زملائي في الوسط الغربي قال إن علينا نتحدث عن توسيع القدرات في الغرب الأوسط وأيضا للاستثمار في الولايات المتحدة في التصنيع والبيئة والطاقة النظيفة حتى نستطيع أن ننافس في القرن الحاري والعشرين وطبعا إذا تحدثنا عن الاقتصاد فهذا سيساعدنا في النمو وأيضا نخفض العجز إذن أود أن أشكركم مرة أخرى وطبعا لقد ربما أخذت وقتا كثيرا ولكن أنا سعيد جدا ربما لأخذ بعض الأسئلة هل يمكن ذلك؟ أنا سعيد لأخذ بعض الأسئلة ولكن شكرا جزيلا لكل ما تفعلونه أعتقد أن أمي كان لديها مقولة بأنه في كل شيء سيخرج شيء جيد في نهاية المطعف هذه فرصة رائعة لنحدث تغييرات نحن طبعا في مفترق الطرق ليس فقط لاقتصادنا ولكن لاقتصاد العالمي وهذا يحدث خلال جيل أو مرة خلال ثلاثة أجيال